حبايبي الحلوين برحب بيكم محلقة جديدة وحدوتة جديدة النهاردة هنتعلم حاجة جديدة مش عايزة أسمع حد فيكو أبدا بيقول كلمة كذبة بيضة الكلام ده ماينفعش معنا يعني الكلام ده ممكن تسمعوه برا لكن مستينا إحنا كناس مؤمنين وكأولاد منحب ربنا مش عايزين نسمع أبدا كلمة كذبة بيضة أولاد ربنا بيحبوه وبيقفو معاه وبيسمعوا كلامه مهما كانت التحديات اللي بتواجهنا وما بنؤمنش أبدا بحاجة اسمها إيه كذبة بيضة تعالوا بينا نسمع الحدو تساوي حكايتنا النهاردة يا أولاد عن ولد اسمه مونير مونير كان ولد فقير جدا وكان ولد بيحب ربنا قوي ورغم إنه هو كان فقير قوي لكن مامته كان بتحبه جدا فمن وهو صغير كانت دايما مامته تعلمه تقول يا مونير لازم تحب ربنا وصفات الولد المؤمن إنه ما بيجذبش ما بيسرقش ما بيشتمش مش بيقول كلام مش كويس كل الصفات الحلوة بتاعت كتاب المؤدس كانت مامة مونير دايما تعلمه له من وهو صغير وبعدين كانت دايما تقوله يا مونير خد بالك إنه اللي بيجذب كذبة صغيرة زي اللي بيجذب كذبة كبيرة ماينفعش أجذب كذبة صغيرة وقول عليها قصة دي كذبة بيضة وفي يوم من الأيام يا أولاد مونير خرج راح في رحلة مع صحابه وكان مشتاق جدا إنه هما يخرجوا يلعبوا كورة ومين اللي هيكسب والفريق ده ضد الفريق دوت وكانوا مشتاقين جدا إنه هما يروحوا يلعبوا مع بعض وهم رايحين مونير قال لها ممكن يا ماما تديني مصروف قلت له يا مونير بس أنا مش معايا فلوس كتير أنا هتديك مبلغ صغير أنا مش معايا غير خمسة جنيه خدها كلها وخليها معاك بس حافظ عليها كويس قوي يا مونير قال لها حاضر يا ماما مرسي قوي ورغم إنه هو كان ولد فقير جدا وملابسه مش شيك قوي والشوز بتاعه ما كانش حلو قوي وآخر موديل إلا إنه كان بيحب مامته قوي وبيسمع كلامها مونير خرج مع أصحابه وقالوا هيروحوا يلعبوا الكورة مع بعض واخد الخمسة جنيه وعشان كان خايف عليها جدا جدا راح مطبقها قوي ورح حطها جوه الشراب بتاع الشوز بتاعه وقال كده مش ممكن تضيع مني ولا ممكن أبدا تروح إيه في أي حد وحتى لو جيه حد يسرقها مني أنا حاطتها إيه في الشوز مونير وهو ماشي ما متوسطه قالت له ما تكونش حاجة مش شارع ما تتكلمش بطريقة مش كويسة خد بالك من أخلاقك لأنه أخلاقك بتشهد عن مين عن إلهك قال لها حاضر يا ماما وبس قديها وخرج عشان يلعب مع مين مع صحابه وبعدين يا ولاد وهم بيلعبوا كورة بعدوا قوي عن المكان اللي هما كانوا المفروض يتقابلوا فيه وكل ما كانوا بيلعبوا وينبستوا أكتر كانوا بيبعدوا عن المكان اللي هما المفروض بيتقابلوا فيه وبعدين ماما كانت قلقانة جدا كل شوية تبص عليه مش لقيهم بيلعبوا لغاية ما بعدوا جدا ووصلوا مكان بعيد خالص ما كانش حد من الأهالي قادر يشوفهم هما بيلعبوا وبعدين حصلت حاجة مش كويسة الولاد وهم بيلعبوا طلعت عليهم عصابة من الأولاد اللي أكبر منهم شوية حبة أولاد كدهوت عمين إيه شلة كدهوت وعمين عصابة بس كان كلامهم وحش قوي وطريقتهم في الكلام كده مش مسحية ولا بطريقة محترمة ولا بيتكلموا كده بطريقة أبدا كانت كويسة وبعدين كل الولد اللي هو رئيس العصابة ده كل ولد يشوفه من الأولاد صغيرين يقولوا تعال هنا انت معاك فلوس هات كل الفلوس اللي معاك بعدين يقولوا لا انا مش هديك الفلوس يروح ضربه يقولوا تعال هنا هات الفلوس اللي معاك معاك شبسي معاك شوكولاتة هات كل الفلوس اللي معاك والحاجات الحلوة اللي معاك لجاية بمجيه دور مين مونير وبعدين قالوا له يا مونير انت معاك فلوس فمونير كده بوصله قالوا اه معايا فلوس قالوا انت هتتريق علي بقى واحد زيك بلبسك المقطع وبالشوز بتاعك المقطع ده هيكون معا فلوس معاك فلوس كام يعني قال له معايا خمسة جنيه فالولد كده رئيس العصابة كده بصله قال له انت بتستهزق بيا انت ممكن يكون معاك خمسة جنيه انت ولا ممكن يكون معاك ربع جنيه حتى فمونير قال له لا انا معايا خمسة جنيه فراح رئيس العصابة كده بصل الولاد اللي معايا كده قال لهم ايه طب فتشوه قال لهم لو معاك فلوس طلع على الفلوس اللي معاك دلوقتي قال له انا معايا خمسة جنيه ومخبيها جوه في الشراب فراح مديله احتة قلم على وشه قاله انت بتستهزق بي انا انت فاكر انه انا ممكن تستهزق بي ازاي ولد فقير زي كده ممكن يكون معاه خمسة جنيه فراح الولد بكى وقال له انا ماش باجزب انا بقوله الحقيقة فراح قال له بس عارف بقى لو كنت بتجزب هعمل فيك ايه جاخد ده اخد الناس بتوعه الولاد اصحابه دول وقال لهم روحوا فاتشوه وفعلا ياولاد فاتشوا منير وبيفتحوا كده الشراب لقوا فعلا فيه خمسة جنيه متطبقة كده وملفوفة ومحطوطة في الشراب فالولد رئيس العصابه ده استغرب جدا قاله ايه ده انت معاك فلوس فعلا قاله بس ايه اللي خلاك تقول لي انت مش محتاج ان انت تقول لي قاله بس انا ماما قالتلي ما تجذبش ابدا قاله بس انت مكنتش محتاج انك تقول لي انت لو ماكنتش قلت لي انا مكنتش هفتيشك أصلا قاله بس انا ماما علمتني اكون راجل وحتى لو انا معايا فلوس وعارف ان انت هتسرقها مني ما ينفعش ان انا اجذب فالولد اللي هو رئيس العصابة ده بص المونير كده وكان مستغرب قوي قال له يا مامتك علمتك كده قال له تعرف انا ما عنديش ماما تعلمني كده انا ما عنديش حد يقولي الصح والغلط ايه بس واضح ان مامتك دي ست كويسة قوي لانه هي خلتك تقول الصدق حتى لو انا كنت هضربك اكتر من كده عارفين اللي حصل يا ولاد مونير باخلاقه الكويسة وبالتعاليم اللي مامته علمتها له اثر في الولد ده صحيح هو ممكن يكون رئيس عصابة وولد مؤرف وتصرفاته وحشة جدا وطريقته في الكلام كده كلها عجرفة وطريقة مش كويسة لكن مونير بتصرفاته الكويسة اثر على مين على الولد اللي فكر نفسه رئيس عصابة عارفين يا ولاد كتاب المؤدس بيقول ايه؟ لما نقرأ مع بعض في أفاسوس 4 وعدد 25 الكتاب بيقول اطرحوا عنكم الكذب تكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه كتاب المؤدس ما قاش ان فيه كذبة بيضة وكذبة حمرة وكذبة زرقة وكذبة سودة نهائي الكذب هو الكذب عدم ان انت تقول الصدق هو ده الكذب كتاب المؤدس ما بيفرقش ابدا بين واحد قال كذبة صغيرة او كذبة كبيرة كله عند ربنا اسمه كذب لو كان مونير كذب ما كانش ابدا الولد ده تعرف على شخص الرب يسوع لكن الولد ده عرف الرب عن طريق مونير وعن طريق الصدق اللي هو عاش به حياتنا يا ولاد لازم تكون بتشهد دايما عن ربنا حياتنا لازم تكون النور اللي بيشاعف وسط الظلام بتاع العالم صحيح الولاد كلهم ممكن يكونوا اشرار وكل صحابي ممكن يكونوا بيقولوا كلام مش كويس لكن انا لازم اتعلم اكون بقول الصدق لازم اكون النور اللي بيشاعفين في الظلام ترنيمة بتاعتنا النهاردة بتقول يا رب خليك النور اللي بينور فيا وسط النور ده وسط الضلمة بتاعت العالم كلها انا ايه هكون النور اللي انت بتستخدمه يا رب بتغير من صورتي انا الوحشة لصورتك انت في وجودك انت في حياتي انت انا بتغير بتنقل من الظلام للنور زي المراية المراية اللي بتعمل ايه بتعكس مجد الله تعالوا يا ولاد النهاردة نسمع الترنيمة ونصلي ونقول له يا رب من فضلك استخدمني علشان اكون النور اللي بيشاعف وسط الظلام علشان اكون بشهد عنك في كل تصرفاتي زي ما مونير عمل صحيحة ضرب وصحيحة هان وصحيحة قال عليه كلام مش كويس بس حتى في وسط كل الوقت الصعب ده مونير كان متمسك بالمبادئ اللي مامته علمت هاله رغم فقره رغم انه هو ما كانش معاه فلوس كتير رغم انه هو اتجرب في حاجة قوية جدا وده كان المصروف الوحيد اللي ممكن ياخده من مامته لكن الولد لم يتنازل عن مين؟ عن مبادئه تعالوا يا ولاد نرنم الترنيمة التانية اللي جاية دي ونقول لربنا ايه نور يا رب بنورك فيا وخليني اكون بعكس ايه مجدك في حياتي تعالوا نسمع الترنيمة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 وياريت احنا كمان كأولاد صغيرين نسمع كلام ونكون منتعلم من بابا وماما ومنستجيب للتعليم بتاعتهم واتمنى يا ولاد القصة بتاعت النهاردة تكون بتشجعكم فعلا ان انتوا تتعلموا تقولوا الصدق في كل الاوقات اشتركوا في القناة اشتركوا في سبيل انتوا تتعلموا في سبيل انه يسمع كلام مامته وما يقولش الكذب ابدا اتمنى تكونوا انبسطوا وتكون الحدوتة دي عجبتكم هستناكوا بكرة وحدوتة جديدة